في العاصمة الليبية طرابلس وعلى الطرف الغربي من البلاد تتوالى الهزائم واحدة تلو الأخرى على استراتيجية اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته والتي تقود هجوما حذرت من عقباته دول عربية وغربية على طرابلس الغرب المعقل الرئيسي لحكومة الوثاق الوطني المعترف بها دوليا وكتائب الثوار وعلى مدى اليومين الماضيين كان المشهد الميداني قد عكس بشكل كبير فقوة حفتر والتي تقدمت على أطراف العاصمة وضواحيها تخسر اليوم مناطق عديدة على أطراف المدينة نفسها على يد الفصائل الموالية للحكومة منطقة وادي الربع وجسر 27 غربية طرابلس وجسر سوق الأحد فضلا عن مطار طرابلس الدولي كانت جميعها تعج بمواجهات عنيفة على مدى الأيام القليلة الماضية بين عمليات صد ورد لتصبح مجددا بيد الفصائل المقاتلة المناهضة لحفتر وبالرغم من تقدم كتائب الثوار واستعادتهم للمناطق التي تم الاستلاء عليها غير أن التكهن بانتهاء المعركة أمر غير وارد حتى اللحظة حيث أن عملية حفتر تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للرجل إذ رهن فيها كل رأس ماله السياسي والعسكري الذي جمعه منذ بداية مشروعه العسكري في مايو عام 2014 وهو ما يعني أن أي فشل في السيطرة على طرابلس سيشكل انتكاسة كبيرة لمشروعه وداعميه الإقلميين والدوليين وربما تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتكاسة إن حصلت وهي بفرصة كبيرة يرجعها مراقبون لارتكاب حفتر خطأين ربما يكونان قاتلين أولهما المبالغة بحجم قوته وقدراته العسكرية والتهوين من قدرات خصومه أما الثاني فكان التقليل من شأن ردة فعل المجتمع الدولي على الهجوم ترجمة نانسي قنقر